ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فاكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله وربنا سبحانه وتعالى عظيم وأفعاله عظيمة ومنها أنه يحي ويميت ويوجد الأشياء من العدم وبعد العدم فيخلق الإنسان من تراب فإذا هو حي يرزق ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون وهو يحيي النطفة الميتة فيخرج منها النسمة الحية ويخرج النباتة من الأرض الميتة والسنبلة من الحبة والشجر من النواة والفرخ من البيضة يخرج الحية من الميت وأيضا يخرج الميتة من الحي فالبيضة من الطائر والنواة من الشجر ويحيي الأرض بعد موتها بإنزال الغيف وإنبات الرزق وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء تزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج يحيي الأجسام البالية بإعادة الأرواح إليها عند البعث ولا يقدر على ذلك إلا هو وهو العليم بما تفرق من الأجسام وتمزق في الأقطار والبحار والقفار وبطون الأسماك وحواصل الطيور وأجواف السبع يحيي القلوب بنور الإيمان وهو سبحانه يميت هذه القلوب إذا شاء بسلب الإيمان ويحيي الرمم بعد موتها ويميت الأمم بعد عزتها قال تعالى هو يحيي ويميت وإليه ترجعون وهو عز وجل يبدئ ويعيد يبدأ الخلق ثم يعيده يميتنا بالنوم الموت الصغرى ويحيينا بالاستيقاظ ولذلك كان نبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أوى إلى فراشه باسمك اللهم يقول باسمك أموت وأحيا الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور يقولها إذا قام وربنا يقول كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم كنتم أمواتا نطفا في أصلاب آبائكم فأحياكم في الأرحام أجنة وأخرجكم إلى الدنيا ثم يميتكم عند انقضاء آجالكم ثم يحييكم بالبعث ثم إليه ترجعون إليه يرجع الأمر كله وأيضا من أفعاله أنه عز وجل يغضب ويسخط على أقوام بسبب أعمالهم وانتهاكهم لمحارم الله ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى وقال فلما آسفون انتقمنا منهم لما أغضبونا وغضب الله على اليهود الذين قالوا يد الله مغلولة وقالوا إن الله فقير ونحن أغنياء ونحن نقول في الصلاة اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم والله يغضب على من قتل مؤمنا كما قال ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه ويغضب على المرأة التي تمتنع من فراش زوجها بلا عذر فقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشها فتأبى عليه إلا كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنها يعني زوجها رواه مسلم لكن عز وجل لكنه من رحمته سبقت رحمته غضبه والله أيضا يعاقب وينتقب من المجرمين ويمكر بهم كما قال إن من المجرمين منتقمون إن الله عزيز ذو انتقام فانتقمنا من الذين أجرموا وهذا من أفعاله قال ويمكرون ويمكر الله إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا ومكروا مكرا ومكرنا مكرا ثم قال فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أن دمرناهم وقومهم أجمعين وقال وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين فأين قوم نوح وعاد وثمود وفرعون ذو الأوتاد وقارون وأصحاب الفيل وأين أبو جهل وأبو لهب والعاص بن وائل وعقبة بن أبي معيط وكعب بن الأشرف والوليد بن المغيرة وكسرى ألم ترى كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخرة بالواد وفرعون ذو الأوتاد الذين اطغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لب المرصاد وبعد قليل نتحدث عن شيء من أخذه سبحانه وإملائه نسأل الله أن يعيذنا من غضبه ومن عذابه إنه سميع مجيب ونعود إليكم بعد قليل إن شاء الله لبيك الله لبيك لا جريك لا جريك من صفات المؤمنين أنهم رحماء بينهم فهم متحابون متراحمون متعاطفون كالجسد الواحد يحب أحدهم لأخيه ما يحب لنفسه فهم أدلة على المؤمنين من لينهم ورفقهم ورأفتهم وسهولة جانبهم وفي الحج يكون أهل الإيمان في أشد الحاجة إلى الرحمة فيما بينهم وقد توافد الحجج من أرجاء المعمورة ومن كل فج عميق مع اختلاف ألسنتهم وتباين طباعهم وألوانهم فاختلاف الألسن والطباع والألوان قد يكون مدعاة للنزاع والشقاق ولكن قال تعالى فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وقال يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنفى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا فالتعارف للتفاخر والتعاون للتخاذل والرحمة للغلظة وتنكيس كل رايات العصبية فالميزان عند الله تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم فليحذر الحجيج من التشاحن والمزاحمة شديدة وإيذاء بعضهم بعضا فهذا مما يناقض الرحمة بين المؤمنين وليعلموا أن التراحم والإشفاق على الضعيف وكف الأذى من أعظم الأسباب لنيل رحمة الله تعالى ومغفرته وهذا أعظم من يرجوه الحجيج فعن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الراحمون يرحمهم الرحمن حياكم الله أيها الأخوة والأخوات هذه فقرة خاصة في الحقيقة عن حدث يدور الآن وقد صار مثله قبل أيام قليلة لكننا نريد أن نذكر بكلام نقلناه عن شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله لما صار حدث الكسوف الأثنين الماضي الأثنين الماضي أثناء الكلام عن الكسوف في التعليق على قول النبي عليه الصلاة والسلام إنهما آيتان يخوف الله بهما عبادة نقلنا كلام شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله والتخويف إنما يكون بنعقاد سبب الخوف ولا يكون ذلك إلا عند سبب العذاب أو مضنته فعلم أن لاحظ عبارة شيخ الإسلام بن تيمية لاحظوا يا أخوان فعلم أن الكسوف مضنة حدوث عذاب بأهل الأرض فعلم أن الكسوف مضنة حدوث عذاب بأهل الأرض ولهذا شرع عند الكسوف الصلاة الطويلة والصدقة والدعاء لدفع العذاب وكذلك عند سائر الآيات التي هي إنشاء عذاب كالزلزلة طيب ويقول شيخ الإسلام بن تيمية أيضا في موضع آخر من مجموع الفتاوى مجلد 24 صفحة 259 فإخباره بأنه يخوف عباده بذلك يبين أنه قد يكون يعني الكسوف سببا لعذاب ينزل كالرياح العاصفة الشديدة لاحظوا معي يا أخوان ترى هذه فيها عبرة عظيمة الكلام هذا في عبرة عظيمة في مجموع الفتاوى في المجلد 24 صفحة 259 يقول ابن تيمية رحمه الله فإخباره بأنه يخوف عباده بذلك يعني بالكسوف يبين أنه يعني الكسوف قد يكون سببا لعذاب ينزل كالرياح العاصفة الشديدة وإنما يكون ذلك إذا كان الله قد جعل ذلك سببا لما ينزل في الأرض وفي المجلد 35 في صفحة 169 يقول والتخويف إنما يكون بما يكون سببا للشر قال تعالى وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفَةِ وصلاة الكسوف صلاة رهب وخوف لأجل هذا ويقول أيضا شيخ الإسلام فلولا أن الكسوف والخسوف قد يكونان سبب تلف وعذاب لم يصح التخويف بهم وكذلك سائر الآيات كالريح الشديدة والزلزلة إلى آخره موضع آخر يقول والتخويف إنما يكون بما هو سبب للشر المخوف كالزلزلة والريح العاصف والريح العاصف حدث الكسوف يوم الاثنين الماضي وعلقنا عليه ويقلنا كلام شيخ الإسلام أن الكسوف قد يكون إيذانا وسببا لحدوث شر أو عذاب ينزل بأهل الأرض ببعض أهل الأرض في جزء من الأرض ما مر أيام يسيرة جدا إلا وإعصار هاتو يضرب هون كونج وجنوب الصين ويعلن هناك عن مقتل ستة عشر شخصا إثر مرور الإعصار هاتو الذي ضرب جنوب الصين وفي منطقة ماكاو الأكثر تضررا تعرضت المدينة لفيضانات كبيرة و أظهرت و أظهرت مشاهد لوسائل الإعلام كيف العواصف تهدمت البيوت و الأسقف و قلبت السيارات و كيف تتحرك في السماء بتشكيل عجيب هذه الريح العاصفة و تقلع الأشجار و تأتي بالأمواج العاتية و تضرب الشواطئ و تدخل إلى العماير الكبيرة و هذه الرافعات المشاريع فقد أصحابها السيطرة عليها لأن الرياح العاتية تدور بها و انظروا إلى هذه الأمواج كيف تدخل إلى هذه العماير على الشاطئ و تغمر و تنهار جدران و تنقلب مراكب و ينقطع التيار الكهربائي و في هونغ كونغ أعلنت حالة الانذار القصوى من الدرجة العاشرة انظروا إلى الحاويات هذه حاويات محملة بالبضائع في الميناء معدة للشحن كيف تقلب قلبا و أمطار غزيرة و تلغى مئات الرحلات الجوية و تتعطل طبعا تتعطل أشياء كثيرة في الحركة الجوية طبعا الناس يصابون بالذعر المياه تدخل عليهم تدمر دمرت آلاف المنازل و شر و شرد 72 ألف شخص و هكذا تنقلب مراكب و تداهم المحلات و الأسواق و المياه تغمر و هكذا هذا في شرق الأرض ما يعديه ربما يومان بعدها إلا و إعصار هارفي يضرب بفيضانات غير مسبوقة في الغرب كما حدث الآن في مدينة هيوستن في ولاية تيكساس عواصف غير مسبوقة و أن أكبر عواصف في تاريخها و أعلن المركز الوطني للأعاصير أن إعصار هارفي الذي ارتفعت شدة مخاطره و وصل إلى الدرجة الرابعة و أن زوبعة هذا السحاب نواة الإعصار الذي تم تصنيفه من الدرجة الرابعة يتحرك إلى شواطئ تيكساس و سرعة الرياح تصل إلى 130 ميلا في الساعة يعني 210 كيلو مترا في الساعة و تعلن حالة الطوارئ و يجتاح هذا الإعصار مركز صناعة النفط و الغاز و معدل هطول الأمطار يتجاوز يعني ما هو ما حدث سابقا و شوارع تتحول إلى ما يشبه الأنهار و ما نزل في هيوستن من الأمطار يعادل ما نزل فيها خلال عام كامل هناك ضحايا و انتشال للمنكوذين و خدمات الإنقاذ مستمرة المنطقة التي تتعرض الآن لإعصار هارفي فيها بحسب قناة أو موقع ناشنول جغرافي 2.3 من عجرة مليون شخص مليون و ثلاثمائة ألف شخص 450 ألف شخص يحتاجون إلى مساعدات عاجلة الآن أكثر من ثلاثمائة ألف شخص انقطع عنهم التيار الكهربائي طبعا إغلاق المطارات بل حتى الآن الصور أن الطائرات غارقة داخل المطارات داخل المطارات و طبعا حالات الإجلاء و هناك صور كثيرة تبين حجم الكارثة و طوارئ الفيضانات تعلن إخلاء مستشفيات طبعا مشكلات كبيرة في السدود أنفاق المياه تحت مدينة هيوستن يقولون أنها لا تستوعب كمية الأمطار و أنها قد عملت منذ مدة طويلة و مفاجآت كثيرة تحدث و تحذير للسكان لا تخرجوا إلى الطرقات و إجلاء عشرات الآلاف من مساكنهم و أوامر بهذا الإجلاء و تذكير بإعصار ريتا و تذكير بإعصار كاترينا و تذكير بإعصار طبعا الكوارث الخسائر الاقتصادية كبيرة لأن صناعة النفط و الغاز تذرر توقفت بعض أكبر مصافي تكرير النفط في البلاد و ارتفعت أسعار المحروقات و كلفة هذا الإعصار ضخمة جدا و بعضهم يقول أن الأسوأ لم يأتي بعد و هذه طبعا رابع أكبر مدينة في الولايات المتحدة تغلق مطاراتها و طرقها الرئيسية و يتتسبب فيما تتسببت فيه الشاهد فعلا رأينا انطباق كلام أهل العلم في شرح حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الكسوف أن الله يخوف عباده و أنه مرتبط بأشياء أن هذا نذير لأشياء تحدث و فعلا حدثت رأيناها تماما رأيناها تماما في الشرق في إعصار هونغ كونغ و في الغرب الآن في ما يحدث الآن في هيوستون و غيرها نحن طبعا أهل الإسلام أهل الإيمان أصحاب القلوب الحية لابد أن نتعظ الله عز وجل قدرة عظيمة يرسل الرياح يرسل الأعاصير يدمر عز وجل ما يشاء قوته سبحان ما يعلم جنود ربك إلا هو فكل واحد يعصي ربه عندما يرى هذا يقول ما هي قوتي أمام قوة الله فكيف أبارز بالمعصية نتوب إلى الله نعود إلى الله نجتهد في الأعمال الصالحة خصوصا و نحن الآن في هذه العشر العظيمة و نحمد الله على العافية نحمد الله أننا في عافية و أننا في خير و غيرنا يعيشون في أخطار و في أعصير و في فيضانات و في غرق و في كوارث و في خوف و في خسائر و في تعطيل و في أنواع من البلاية و لا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله و نرى يعني هذه الدنيا كيف أن الله سبحانه و تعالى يقلب الأمور و يدبر الأمور و يرسل الرياح كيف يشاء يصرف الرياح كيف يشاء و كيف ينعقد الأعصار كيف ينعقد في البحر بهذه الطريقة المذهلة ثم يتحرك يتحرك هذا الإعصار ليدمر بأمر الله ما يدمر فيها موعظة للبشر بلا شك و فيها و ما نرسل بالآيات إلا تخويفة لكن أصحاب القلوب الميتة ما يزيدهم ذلك إلا طغيانا كبيرة و لا فائدة أما أهل القلوب الحية فإنهم يتعظون و يذكرون نعمة الله عليهم و يتذكرون قوة الله و يرجعون إلى الله و يتوبون إليه نسأل الله سبحانه و تعالى أن يعافينا و نسأله عز وجل أن ينجينا و نسأله سبحانه و تعالى أن يرزقنا طاعته و شكره فاصلوا ثم نعود إليكم إن شاء الله لبيت الله عز وجل لبيت الله عز وجل كثير أولئك الذين يشتاقون لحج البيت و اعتماره و لا يمتلكون لذلك نفقة الزاد و الراحلة لكن الله تعالى بواسع رحمته شرع لهؤلاء و غيرهم أعمالا يسيرة تعدل في أجرها الحج والعمرة فمن ذلك أن من صلى الغداد في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة و عمرة تامة 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 و من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه صلاة كان له كأجر عمرة و عمرة في رمضان تعدل حجة مع النبي صلى الله عليه وسلم و من خرج من بيته متطهرا إلى صلاة مكتوبة فأجره كأجر الحاج المحرم و من خرج إلى تسبيح الضحى لا ينصبه إلا إياه فأجره كأجر المعتمر و من جهز حاجا أو خلفه في أهله كان له مثل أجره من غير أن ينتقص من أجره شيء و من الأعمال التي تعدل الحج والعمرة ولا يكاد أحد يعجز عنها التسبيح والتحميد والتكبير خلف كل صلاة ثلاثا و ثلاثين فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء الفقراء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا ذهب أهل الدثور من الأموال بالدرجات العلى والنعيم المقيم يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ولهم فضل من أموال يحجون بها ويعتمرون ويجاهدون ويتصدقون قال ألا أحدثكم إن أخذتم أدركتم من سبقكم ولم يدرككم أحد بعدكم وكنتم خير من أنتم بين ظهرانيه إلا من عمل مثله تسبحون وتحمدون وتكبرون خلف كل صلاة ثلاثا و ثلاثين قال تعالى ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم تطبيق أيام معلومات يتابع معكم هذا العام حمن التطبيق مجانا لتحظى بفوائده الدعوية والإيمانية أرسل أسئلتك الشرعية ليجيب عنها الشيخ محمد صالح المنجد في حلقات برنامج أيام معلومات تابع حلقات البرنامج من خلال البث المباشر شاهد الحلقات الفائتة وحلقات المواسم السابقة شارك في المسابقة اليومية لتكون واحدا من الفائزين واعرف من الفائز والإجابة الصحيحة ونتابع معكم هذا العام البث المباشر لقناة زادن العلمية تطبيق أيام معلومات متاح مجانا على نظام أبل وأندرويد فضل الحج وفوائده ذكر الله تعالى في فوائد الحج وحكمه ليشهدوا منافع لهم فهل فكرت في هذه المنافع؟ ما هي؟ وما كيفية تحصيلها؟ إنها منافع كثيرة دنيوية وأخروية حياكم الله أيها الإخوة والأخوات وكنا قد تكلمنا عن أحكام الأضحية ونكمل الكلام فيما تبقى من أداب الذبح أن يسوق الأضحية سوقا جميلا لا عنيفا فعن محمد بن سيرين رحمه الله قال رأى عمر بن خطاب رجلا يسحب شاتا برجلها ليذبحها فقال ويلك قدها إلى الموت قودا جميلة ويحد السكين قبل الذبح لأن المطلوب إراحت الحيوان وهذا من الإحسان الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم بقوله إن الله كتب الإحسان على كل شيء وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته فليرح ذبيحته ولا يحد السكين أمام الحيوان الذي يريد ذبحه ولا يذبح البهيمة والأخرى تنظر لمنافاته للإحسان والنبي عليه الصلاة والسلام قال أتريد أن تميتها ميتات موتات لما ذبح واحد رأى شخصا يذبح بهيمة بحضرة والأخرى تلحظ إليه ببصرها والآخر يشحب السكين والأخرى تلحظ إليه ببصرها تضجع الغنم والبقر في الذبح ولا تذبح وهي قائمة ولا باركة بل مضجعة لأنه أرفق بها وتضجع على جانبها الأيسر لأنه أسهل في الذبح ويأخذ السكين بيمينه ويمسك رأسها بشماله ومن كان أعسر يحسن استعمال اليسرى أكثر من اليمنى فإنه يضجع البهيمة على جانبها الأيمن مستقبلة القبلة ويذبح بيده اليسرى إذا كان ذلك أكثر إتقانا وإحسانا للذبح أما الإبل فالسنة أن تنحر قائمة على ثلاث قوائم معقولة الركبة اليسرى يعني مقيدة الركبة اليسرى كما قال ربنا سبحانه وتعالى فإذا وجبت جنوبه يعني سقطت بعد نحرها وهي قائمة يستقبل الذبح القبلة ويوجه الذبيح إليها وهذا مستحب وفي الأضحية أشد استحبابا لجاء عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال يجعل أحدكم ذبيحته بينه وبين القبلة والأضحية عبادة والعبادة تحددها النية لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى والنية لا بد منها حتى نميز العمل الذي هو عبادة عن العادة ومن ذلك الأضحية مجرد شراء الأضحية بنية الأضحية أو ذبحها بنية الأضحية يعد كافياً والنية محلها القلب ويشرع عند الذبح التسمية والتكبير والدعاء التسمية والتكبير والدعاء إذن هناك ذكر وهناك دعاء فيقول بسم الله والله أكبر اللهم إن هذا منك ولك اللهم تقبل مني وإذا كانت أضحية عن الغير يقول تقبل عن فلان والواجب التسمية وتكفي النية سنتكلم بمشيئة الله عن اللحوم الأضحية كيف التصرف فيها وكذلك عن الجلود وفوائد أخرى ستأتينا إن شاء الله الإخوة الذين طلبوا إرسال كتاب الأدعية وكتاب طبعا عشر ذي الحجة قد تم إرسال ذلك إليهم كتاب الأضحية الإلكتروني قد صار جاهزا للإرسال وقد بدأ إرساله إلى الإخوة والأخوات نذكر مرة أخرى بالرقم لمن أراد أن ترسل إليه ترسل إليه المواد على واتس آب الجوال سواء كان الحج أو الأضحية أو الأدعية أو عرفة وستأتي مزيد من الرسائل العلمية إن شاء الله فيما يتعلق بعيد الأضحى وإيام التشريق وسنعلن عنها إن شاء الله في وقتها هذا الرقم من شاء أن ترسل إليه رسالة الأضحية على واتس آب أو كتاب الأدعية أو كتاب الحج يمكنه إرسال رسالة إلى هذا الرقم إذا أراد الحج يرسل حج كتاب الأضحية أضحية كتاب الدعاء الدعاء وسيأتيه إن شاء الله على رقمه ونبدأ الآن باستقبال الأسئلة تفضل تفضل يا إشراق السلام عليكم يا سيد عليكم السلام وإطلاق الله وبركاته هناك أرمالة لديها خمسة أفصال يعني تصدق عليها أهل الخير بكلام أباح لا تقبلها كلها أم لا تقولين هناك امرأة أرمالة لديها خمسة أطفال عندها خمسة أطفال نعم أيوة أهل الخير يريد أن يتصدقوا عليها بثلاث أضاحي يريدون أن يعطوها ثلاثة أضاحي أهل طيب يعني يعطونا إيا حية وهي تذبحها أو ماذا نعم يعطوناها حية وهي تذبحها طيب والسؤال هل يجوز أن يفعلوا ذلك نعم هل تقبلها بكلها أم لا أي طيب هل كل واحد يعرف ما سيأتيها ولا يعني سيأتيها ثلاثة أضاحي من ثلاث يعني أطراف مختلفة لا يدري أحدهم عن الآخر ثلاثة آه وكل واحد يظن أنه ما عندها ما عندها شيء نعم أجل أي طيب إذا جاءت أول أضحية إذا جاءتها أول أضحية تخبر الثاني أن عندها أنه قد جاءها أضحية يعني إذا جاءتها أول أضحية أول إهداء أول شات أعطيت إياها إذا جاءت الثانية تخبرهم تقول عندي شات فإن أعطوها الثانية فهذا شأنهم حتى لا يظنون حتى لا يظنوا أنه ما عندها شيء فتخبرهم أن عندها شات فإذا أعطوها الثانية هذا شأنهم وكذلك لو جاءت الثالثة فهي تبين لهم أبو أحمد فضل السلام عليكم الشيخ ما وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته حبيبك الله لدي سؤال لدي تفضل شيخ أنا لدي أخ أخ تجارج عمره 45 عاما ومصاب الوسواق القهري وضحات وضباع شريف يعني لا يكاد أن يتكلم مع أحد إلا أن يمكن أن يتشاقر بعضا وهو يسوي في الحج وكلما نصحنا في الحج يقول العام القادم العام القادم وأنا أعرف منه أنه لا يستطيع أن يخالق الناس وإذا لمسه أحد لا يستطيع يقتسل وهكذا فوضع يعني وضع ممكن يعني 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 المشاكل لو ذهب إلى الحج ما 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 هي الطريقة المثلى يعني ينصحه أو هل يستطيع أن ينيبني عنهم في الحج هذا سؤال الأول طيب طيب أما بالنسبة للسؤال الأول أنتم عليكم نصحوا أنتم عليكم أن تنصحوه ثم هو استجاب أو ما استجاب خرص هذا يعني هو يتحمل المسؤولية في ذلك لكن أنتم بالحسنة تنصحوه وتقولون أيضا يمكن أن تذهب في المكان الفلاني يراعونك ممكن تكلمونه حملة يعني يعملونه وضع خاص مثلا يضعوه في مكان خاص يضعوه في مكان منعزل يعني ممكن ترتبوه وضع معين وتخبروه أنه ترى بإمكانك أن تحج بهذه الطريقة طيب الثاني السؤال الثاني حذر ذكر الله يا شيخنا أنا لدي ضعف في اليد اليمنى ولا أستطيع أن أسيطر يعني عليها واحدة برسح أضحيتي فهل لي أن أربح في اليد الإسراء وإنها يعني تكون جهة الأضحية إذا رأت أنا ضعف أيوة ذكرنا هذا قبل قليل قبل قليل ذكرناه وأنه يضجع الأضحية على الجانب الأيمن ويذبح باليد اليسرى يوجهها إلى القبلة ويذبح باليد اليسرى وأنه ذلك لا مانع من أم أحمد فضلي السلام عليكم عليكم السلام وبركاته شيخ أنا جيت الحج من شيء 25 سنة وسألت شيخ لقيت الناس سألوا وسألتهم وقلت له يعني شنو فضل الضحية قال الطيب نور بقبره والميت صدقة قلت تشهد يا ربي أني طول ما أنا حية أضحي صار لي 25 سنة أكثر من 25 سنة وأنا ضحي وألحظ أنا بالسعودية وطيت حدا مكة يذبح لي جائز هي كذا ولا مو جائز يعني وكلت أحد واحد في مكة أن يذبح لك أضحية إيه إيه لا مانع لا مانع الحمد لله لا مانع نور تفضلي السلام عليكم عليكم السلام وبركاته الله يزاك خير يا شيخ أنا بسرك أنا من علامات الشعال الكبرى أنا وهي المهدي أيوة نعم في رؤية رأيتها أن تنزل يفتح وتخرج منه رأي بيضاء كتب عليها المهدي هذه رؤية قد رأيتها عليتي حال نحن ما نستطيع أن نجزم بشيء وعلم الغيب عند الله ادعى ناس في الماضي كثيرون كل واحد في ناس ادعى كل واحد يقول أنا المهدي وهذا يقول أنا المهدي وهذا يقول أنا المهدي وطبعا كلهم كذابون ولم يخرج المهدي بالرغم من كل الادعاءات التي حصلت ولذلك نحن ما نكلف أنفسنا غير مكلفين شرعا الآن نقول متى سيظهر بعد كم سيظهر من هو من هو الآن هل هو موجود هل هو حي هل هو لا نعرف بأن المهدي هو رجل صالح من ذرية النبي صلى الله عليه وسلم يكون في آخر الزمان يصلحه الله في ليلى يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا اسمه موافق لإسم النبي صلى الله عليه وسلم وإسم أذي على اسم والد النبي صلى الله عليه وسلم فهو محمد بن عبد الله ينتهي نسبه إلى فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو من ذرية الحسن بن علي رضي الله عنه فهذا لما عندما يظهر ويبايع ويشتهر أمره يعرف ويتيقن منه هذا لكل حادث حديث وعليه يتحال أما تأويل رواء الله أعلم أما أننا في آخر الزمان هذا نحن في آخر الزمان قطعا ولذلك نحن الآن نخشى على أنفسنا من الفتن نسأل الله الثبات نتعلم العلم الشرعي لنواجه الفتن نقوم بالعبادات قبل قبل فوات الأوان عبادة في الهرج كهجرة إلي ترى في آخر الزمان تصعب العبادة جدا ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال بادروا بالأعمال فتنا يعني بادروا بالأعمال قوموا بالأعمال قبل أن تقع فتن ثم بعد ذلك قد لا تستطيعون القيام بالعبادات كما تستطيعون القيام بها الآن في حال الرخاء طيب أم سيف تفضلي السلام عليكم ورحمة الله عليكم السلام العفو عندي سؤال ولو شو يطوي يعني أتفال إتعاد بزروري أنه عارف إيجابة عندي فالت إيجابتي للحج هذا العام من أمريكا إلى السعودي على أساس تجي سنزلي المدينة المنورة بعدين تغير ويحرمون يروحون المدكة بعدين تغير برنامج المالتون فنزلوا في جهلة يعني أنه يمثون العمرة فلنين أحرمت أحرمت من جد مجموعة مليويةها يعني جهلا فأحرموا وبعدين أدت مناسك العمرة وبعدين تغيرت السئلة تغيرت ويقالوا على جزاد فأدت الزباح وبعدين النقلوا وبقوا كل يوم أسبوع تقريبا وراحوا للمدينة المنورة بعدين قالوا لهم أن ترجعون إن شاء الله ورما تخلصون زيارة المدينة تروفا من المجد ولادم تبخلون محرمين إجاوا المؤسند وراهم رأسا من الأمريكا إلى المدينة قالوا لهم ذيك العمرة ما لاتكم متحسبوها ترتون تتوون عمرة جديدة العمرة هاي مال في الحج قالوا لأحنا كنا نعوين هذي كنا نسوينا عمرة في الحج وهذه بعد يعني هي شوية مرة أعضان ما تتقدر تتتوي العمرة حتى أن فيها الأحد ما قالت إنه أبطها محرمة إلى الحج وما نغفرت للميقات ميقات أبيار علي زالت لبيك اللهم حج فهي الآن حتى تبكي مقهورة يعني أنه ما أدري أنها ذيك العمرة الصحيحة أو هي عمرة الحج أتوه هذه العمرة وآن محرمة أو شمع هي الآن جاءت من أمريكا إلى جدة وما أحرمت من الميقات وإنما أحرمت من جدة وبذلك لزمها دم عن ترك الإحرام من الميقات وهي قد نوت بهذا الإحرام في جدة العمرة وأنها عمرة للحج ثم ذهبت إلى المدينة وهي خارج من المدينة أحرمت من ذي الحليفة أبيار علي أحرمت منه بالحج وقالت لبيك اللهم بحج وهذا الإحرام صحيح هذا الإحرام صحيح والآن هي تذهب إلى الحج فتكون بين العمرة والحج قد ذهبت إلى المدينة طبعا هذا مسافة سفر لكن على القول الراجح أن التمتع لا ينقطع إلا إذا رجع الحج إلى أهله بين العمرة والحج وهي لم ترجع الآن إلى أهلها وإنما ذهبت إلى المدينة فالآن العمرة التي ذهبت هي التي حصلت الآن عمرة للحج والآن قد أحرمت بالحج فتكمل حجها وعليها الدم على عدم الإحرام من الميقات وثم إذا كانت تنوي التمتع فإن عليها الهدي بطبيعة الحال هذا دم آخر طبعا دم الهدي ونسأل الله أن يتقبل منهم آسية فضلي السلام عليكم عليكم السلام وطي بركاته كيف الحال يا شيخ الحمد لله كيف الحال يا شيخ الحمد لله بقيلنا يا شيخ عندي سؤالين يا شيخ بدي أسألك سؤال سؤال أن الوسوسة يعني أنا على طول يحير معي وسوسة بالدين يعني الحمد لله أنا ماي النقطة ولا من شيء معايا يا شيخ نعم أنا ماي الحمد لله صلاة البحر صلاة القيام يعني الحمد لله كل شيء أنا ما عندي شيء تقصير بالدين ولا شيء بس وقراءة القرآن الحمد لله بس حيث أن الوسوسة ضمن الله خطي على كل شيء ما أعرف يعني على طول أذكار الحمد لله ما أصعها ما يعني ليش تجيني الوسوسة ما أعرف طيب أولا الشيطان إذا رأى المؤمن يتوجه إلى العبادات ويقوم بالطاعات ويقوم بالفرائض والنوافل وصلاة الضحى وقيام الليل والأذكار الشرعية فإنه يشتد عليه بالوسوسة حتى يضايقه ويحزنه وحتى يجعله يمل العبادة فإن الشيطان يؤذيه جدا أن يشتغل المؤمن بالعبادة فكيف يصرف عن العبادة الشيطان عنده وسائل كثيرة فمن ذلك الوسوسة الوسوسة ولذلك فنوصيك بعدم الالتفات للوسوسة سواء كان وسوس الأفكار الحادية كفرية أشياء عن الله الشيطان يوسوس بها سيئة أعرضي عنها وأنت عقيدتك في الله تعالى ما دامت سليمة وأنت مؤمن بالله فلا يضرك هذا الوسوس كذلك الشيطان يشتد عليك ممكن في وسوس الطهارة فيجعلك تشعرين أن الطهارة بطلت وهي ما بطلت وأنك أحدثت وأنت ما أحدثت وأعيدي تكبيرة الإحرام وأنت أديتيها بشكل صحيح ولذلك لا تستجيبي له أيضا ولا تعيدي الأعمال التي قمتها بشكل صحيح وأكثر من ذكر الله والاستعاذ بالله من الشيطان الرجيم فإنه من المعلوم أن الوسوس من الشيطان وحيث أننا لا نرى الشيطان فإن الله شرع لنا بفضله وكرمه ورحمته ما ينقذنا منه وهو الاستعاذة فالاستعاذ حصن حصين وكذلك التوكل على الله لأن الله قال عن الشيطان إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون وعلى ربهم يتوكلون والعبد إذا لم يلتفت إلى الوسوسة أبدا يأس الشيطان منه وتركه أما الذي يستجيب فيعيد العمل ويعيد العمل ويعيد العمل نعم فالشيطان يزداد عليه يتسلط عليه زيادة لأنه يرى أنه قد استجاب له فلا تستجيبي له ألبته ألبته فإن اللعين غاية مراده غاية مراده أن ينكد على الإنسان صلاته وعبادته وينكد عليه عيشه حتى يخرجه من الإسلام ولذلك يقول العبد أمنت بالله ورسله ويستحضر طرائق رسل الله ويسير وفقها ويعنم بأن الله ما جعل علينا في الدين من حرج ويحارب هذا الشيطان بذكر الله والاستعاذ بالله من شره وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعثمان بن أبي العاص لما سأل إن الشيطان حال بيني وبين صلاتي وقراءتي قال ذلك شيطان يقال له خنزب فتعوذ بالله منه واتفل عن يسارك ثلاثا قال الصحابي ففعلت فأذهبه الله عني ففعلت فأذهبه الله عني استعاذ بالله وتفل عن يساره ثلاثا فأذهبه الله عني طيب معيد تفضل يا أخي السلام عليكم ورحمة الله عليكم السلام وبركاته شيخ أسأل عن التأمين الطبي حتى الأشخاص زي بوطة مثلا لبغتا شوف التأمين التجاري هو نوع من الميسر والقمار فإذا اضطر إليه الإنسان فإنه يفعل مكرها لا مختارا يعني اختيارا لا وأما إذا أكره عليه فالله سبحانه وتعالى لا يؤاخذنا على ما أكرهنا عليه الأخ صالح تفضل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام وطيب وبركاته يا شيخ محمد أياك الله محبك بالله يا شيخ محبك الله يبغى أن أخذك يا شيخ عن الحرام نحن من أهل مكة يعني هل من الشرط أن نحرم من البيوت أو ما في إشكال إذا رحل الحرام لا إذا كان يعني أنت تريد الحج أحرم من بيتك قال بعضهم من الحرام لكن لا دليل يعني جاء عن نبي صلى الله عليه وسلم في ذلك فقال أهل مكة حتى أهل مكة يهلون يحرمون من مكة فيكفيك أن تحرم من بيتك والحمد لله أبو عبد الله تفضل السلام عليكم عليكم السلام وبركاته شكرا لأكوة لدينا في بلادنا خسندوق لدعم الموظفين سويت الدولة يعني يعني يأخذون استفطاع من رواد كل الموظفين استفطاع شهري وكل وكل موظف يصير لحادث يصير لوفاة مثلا ها ينطو إلى يعني وتزع يعني للمبلغ هل هذا حلال أو إذا حصل إذا حصل حادث فإن فإن الذي وقع عليه الحادث له أن يأخذ من التأمين بمقدار ما اقتطع من راتبه فلو كان مثلا اقتطعوا من راتبه مئة ألف دينار فرضنا ثم أعطوه تعويض خمسمائة ألف يأخذ المئة ألف التي اقتطعت منه ويتصدق بالأربعمائة الباقية فأم محمد أم محمد فضلي ألو نعم السلام عليكم يا شيخ عليكم السلام ومن الله بركاته معرفش يا شيخ أنا لدي نسألك عن ميراث أنا عندي وليدي متوفي به وبعدها وليدي فتلصدعت بارسا وعندي أيام وعندي بنيت وليدي نعرف أن يعني بات راجلي أن هو يرس ولدي ولا لسنا كان باتا طيب لحظة شي لحظة من الذي مات من الذي توفي باتا متوفي قبل الولد بسنة لا الأب الأب توفي قبل الولد بسنة آه أيها طيب الأب توفي قبل الولد بسنة ثم توفي الولد أيها طيب الولد ماذا ترك من الورثة ترك 40 ألف لا يعني من الورثة من الورثة أخي عند أخوة تثريفة وخوة أربعة وجدة وأنا أمة ها إذن عنده جده وأمه و ومن أيضا أخوة ثلاثة ثلاثة إخوة ذكور أيها أيها وأربع إناث وأربع إناث طبعا طيب الأب الأب الذي توفي من قبل وزعت التركة وزعت تركته وزعت التركة وأخذ الولد الذي مات هذا أخذ نصيبه من تركة أبي أخذ أخذ من ورثة كويس إذن هذا الآن الولد ماله يدخل يدخل فيه نصيبه من تركة أبيه كل المال يقسم على الورثة فأنت الآن تريدين أن تعرف كم نصيب كل واحد كذا طيب طيب سنخبرك بالجواب إن شاء الله تسمعين الجواب إن شاء الله فاطمة تفضلي فاطمة عليكم السلام عليكم الشيخ عليكم السلام وبركاته الشيخ أنني أدعية لجواز نعم أدعية لجواز طيب خلص أرسلي أرسلي كلمة أدعية على الرقم الآن مرة أخرى خذ الرقم الآن يظهر لك الآن أكتبيه عندك وأرسلي رسالة بالواتس الرقم مرة أخرى أرسلي رسالة بالواتس إلى رقم هذا وأكتبي كلمة أدعية وترسل لك إن شاء الله رسالة مئة دعاء صحيح من الكتاب والسنة مئة دعاء من الكتاب والسنة الصحيحة مئة دعاء من الكتاب والسنة الصحيحة إن شاء الله مرود فضلي السلام عليكم عليكم السلام وبركاته يحرم على المرأة المعتدة الزينة المكياج الحنة الكحل الأطياب الثياب الجميلة العقد النكاح والخطبة الصريحة وكذلك تخرج نهارا للحاجة وليلا للضرورة وتعتد في بيت زوجها بيت الزوجية الذي كانت فيه لما مات شيماء تفضلي السلام عليكم يا شيخ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته عندي سؤالي نعم إن شاء الله بإذن الله أنا من الرياض وسأخرم يوم التروية من جدة هل يجوز لي الحج متمتعة؟ أنت من الرياض ستأتين إلى جدة بنية الحج فستحرمين من الميقات والتمتع في عمره ثم تحلل ثم حج فمعنى ذلك أنك ستأتين في اليوم الثامن من الرياض محرمة بعمره وتذب إلى مكة وتطوفين وتسعين وتتحللين وتحرمين بالحج بعدها وإلى منه وتكونين في ليلة التاسع في منا ما بقي من يوم الثامن وليلة التاسع في منا فيكون يعني التحلل بين العمره والحج قد يكون شيئا يسيرا جدا وهذا لا يضر وهذا لا يضر فإذا رأيت أن الوقت ضاق وأنك ربما لا تستطيعين أداء عمره ثم الذهاب إلى منا لأن عرف قد يضيق الوقت عليك فإنوي أصلا الإفراد يعني أنت لما تصل للميقات تحددي هل ستستطيعين الإتيان بعمره ثم التحلل ثم الإحرام بالحج ولو بعدها مباشرة يعني ليس من شرط التمتع يكون في فاصل طويل بين العمره والحج ممكن يأتي بالعمره طوافه سعي ويتحلل ثم يحرم بالحج مباشرة لكن إذا رأيت أن الوقت سيضيق عليك أنوي الإفراد أو القران وخرص مباشرة تأتي بطواف سعي طواف القدوم وسعي الحج وبعد ذلك إلى ما تبقى من يوم التروية ثم إلى عرفة أم عبد الله تفضلي السلام عليكم يا شير وعليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا عندي شؤالين نعم سؤالي أول إذا دخل الجن إذا ألبط في جسم الإنسان وقرأ عليه القرآن للإنسان وأسلم هذا الجن هل يجوز حرقه؟ هل يجوز كيف يتخراجه من الجسم؟ أصلا هذا الجن عالم خفي ونحن لا نعرف يعني إذا كان الإنس فيهم منافقون يدعون الإسلام وهم كذابون أقول إذا كان الإنس فيهم منافقون يظهرون الإسلام وهم كفره زنادق ربما في الداخل يظهر الإسلام ويبطن الكفر هذا الإنس الذي نراه كيف الجن الذي لا نراه؟ فإذا قضية الجن أسلم وصار وما أدرانا قد يكون منافقا قد يتظاهر بأشياء قد يهمنا فلذلك نحن ما نشغل في قضية نحن إذا اتضح أن هذا الشخص في تلبس نحن بالرقية نقرأ عليه ليخرج هذا أسلم لما أسلم يخرج أسلم لما أسلم يخرج فإذا هذه فائدة الرقية قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس قل أعوذ برب الفرق من شر ما خلق فإذا هذه الرقية فائدتها المعالجة والتحصين ودفع الشر الوقاية من الشر قبل وقوعه ودفعه بعد وقوعه ليرتفع ويذهب محمد فضل السلام عليكم ويدخل ميته في الوقاية فإخوة اللهم عني وعن آل بيتي يدخل في آل بيتي الأحياء والأموات ومنهم أبوه الذي مات وإذا أراد إلا لازم يضحي بضحية مستقلة عن أبيه فلا ينسى نفسه طبعا لابد هو يكون قد عنده أضحية لنفسه فإن أراد أضحية زيادة لأبيه لا مانع من ناحية الجواز يجوز ولو ما أوصل ميت يجوز الشيء الخطأ الذي يشير إليه بعض العلماء أن الحي يضحي عن الميت وينسى نفسه كما نبع على ذلك مرارا من الشيخ محمد بن صالح عثيمي رحمه الله لأنه رأاه يحدث رأاه يحدث عند بعض الناس أنه يضحي عن ميت وينسى نفسه فأنكر الشيخ ذلك وبين أن السنة الإنسان يضحي عن نفسه والميت يدخل تلقائيا لا يحتاج أن يفرده لكن لو أفرد بأضحية مستقلة لا مانع جائز لا بأس وإن وإن ضحيت عن نفسك أنت وأشركت أدخلت بالنية أهل بيتك من الأحياء والأموات ومنهم أبوك رحمه الله ثم ذبحت شاتا في يوم العاشر اليوم العظيم هذا من أيام ذا الحجة فتصدقت بلحمي عن أبيك يعني صارت صدقة عن الأب شات لحم صدقة عن أبيك فهذا طيب فتكون الأضحية واحدة كما هي السنة لاحظ معي تكون الأضحية واحدة كما هي السنة لك أنت وأهل بيتك ويدخل فيهم أبوك وهناك صدقة للوالد شات لحم للفقراء فهذا طيب وتصل إلى الميت وينتفع بها فالخلاصة أن الأضحية عن الميت تقع على ثلاث صور أن يضحى عنه تبعا للحي وهذه السنة ثانيا أن يضحى عن الميت لأنه ترك مالا ووصية بالأضحية فهذا واجب لا بد أن نضحي عنه كما أوصى فمن بدل بعد ما سمع فإنما يثم على الذين يبدلونه الثالث أن يضحي الحي غير أضحيته الشخصية عن الميت تبرعا بأضحية مستقلة للميت فهذا جائز وإن أردت السنة تضحي عن نفسك وتدخله فيها وتتصدق عنه بشاة لحم للفقراء في عشر العظيمة هذه فينتفع بذلك أيها الأخوة الأخوات فاصل قصير ثم نعود إليكم إن شاء الله فضل الحج وفوائده ذكر الله تعالى في فوائد الحج وحكمه ليشهدوا منافع لهم فهل فكرت في هذه المنافع ما هي وما كيفية تحصيلها إنها منافع كثيرة دنيوية وأخروية فمنها تكفير الذنوب قال صلى الله عليه وسلم من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجعك يوم ولدته أمه ومنها دخول الجنة قال صلى الله عليه وسلم الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة ومنها توجه القلوب إلى الله سبحانه بالإكفار من ذكره بالتلبية والتكبير والتهليل وغيرها ومن منافعه الدنيوية رواج أنواع التجارات والحرف المتعلقة بالحجاج والحركة المستمرة في وسائل النقل المختلفة ويستفيد الفقراء فيه بالصدقات وبلحوم الهدي والأضاحي والكفارات وفي الحج تنمية لشعور بعزة الانتماء إلى الأمة الإسلامية وتحقيق لمبدأ الأخوة الإيمانية والوحدة الإسلامية القائمة على التوجه لرب واحد لا شريك له كما قال تعالى إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون حياكم الله إخوة الأخوات نبدأ بالأسئلة أسئلة جاءت إلى تطبيق البرامج والأخت كانت سألت عن رجل عن ولدها الذي توفي بعد وفاة أبي بسنة وترك جدا وأما وثلاث إخوة ذكور وأربع أخوات من الإناث فأول شيء نعرف الجد من أي ناحية الجد من ناحية الأب أو الجد من ناحية الأم لو كان الجد من ناحية الأب نعم فإنه على الراجح من أقوال أهل العلم الأم تأخذ السدس والباقي كله للجد من ناحية الأب والإخوة يسقطون والأخوات جميعا يسقطهم الجد يعني وجود الجد يسقط الإخوة والأخوات ليش؟ لأن الذي قال بهذا القول من أهل العلم نزلوا الجد منزلة الأب نزلوا الجد منزلة الأب لو كان الجد من ناحية الأم فليس له شيء وللأم السدس والباقي للإخوة والأخوات الأشقاء للذكر مثل حظ الأنثيين للذكر مثل حظ الأنثيين الخمس أسداس الباقية توزع عليهم للذكر مثل حظ الأنثيين طيب يقول أنا كنت أخترق حسابات الفيسبوك وأتجسس على أصحابها وأطلع على رسائلهم وأرى صورهم والآن تبت إلى الله وأريد أن أتحلل شوف الآن يعني يمكن طبعا الندم وبعض الذنوب مصيبة يعني كيف إصلاح يعني مثل هذا كيف يعني شيء شيء يعني مخيف عليك حال إذا استطعت أن ترسل رسالة طبعا من غير ما تذكر اسمك ولا شخصك ولا شيء دل عليك إلى كل واحد تقول السلام عليكم ورحمة الله يعني تكتب له رسالة فيها استعطاف ولطيفة أنك أسأت إليه أو يعني أنك أخطأت عليه إني أخطأت عليك ولا يلزم أن تذكر خطأك إني أنا تجسست عليك وإني طلعت صورك وإني عملت خلص إني أنا أخطأت عليك وأرجو منك المسامحة وناشده يعني ناشده ناشده وألح عليه بالمسامحة وخلص الباقي بينك وبين الله الآن الندم الندم الإقلاع عن الذنب ترك أدوات الاختراق هذه لألا تزين لك تكون لك مستقبلا سببا في عودة للإثم عمل الصالحات إن الحسنات يذهبن السيئات نشر الخير بدلا من التجسس المحرم الذي كنت تفعله وهكذا يعني التوبة كاملة وتوبة نصوح عسى الله سبحانه وتعالى أن يعفو عنك السؤال هل يجوز إنسان أن يصلي أكثر من ركعتين في المسجد يوم الجمعة قبل أن يأتي للإمام نعم يصلي ما كتب له وأن يصلي ماهي سنة راتبة لكن من باب استثمار الوقت في طاعة الله أنا راح أحج حج الإفراد معي الدورة كيف الطريقة علشان الحرب كيف أدخل ما في دخول للمسجد الحرام للمكثفي للحاط ولذلك هي تنتظر حتى تطر فتذهب إلى ميناء يوم التروية وإلى عرفة وإلى مزدلفة وإلى ميناء في رمي الجمار وتقص من شعرها إيش باقي تنتظر حتى إيش تنتظر حتى تطهر لتغتسر وتطوف ثم السعي إلى آخره طبعا الأخ الأخت اللي سألت قالت يعني إذا جيت يوم الثامن ماذا تفعل الأفضل أن تكون مفردة أو قارنة حتى لأن إذا أتت كما قلنا بالتمتع قد يشغلها ذلك عن الخروج إلى ميناء ويضيق عليها الوقت لأن السنة للحاج أن يكون ضحى يوم الثامن في ميناء يصلي صلاة الظهر بإحرامه بإحرامه فإذن الأفضل أن تذهب إلى ميناء محرمة بحج بحج إفراد أو قران أما التمتع فقد ضاق الوقت في هذه الحال هذا ما نبه إليه الشيخ محمد بن صالح مفعيمين رحمه الله عز وجل وممكن يعني بعض العلماء يقولون بالجواز يعني إذا ذهبت وأتت بالعمرة وتحللت وأحرمت بالحج بعدها مباشرة أنه هذا يصح ويصح ويعتبر تمتع عليها الهدي السؤال يقول أيضا هل يجوز أن أقرأ القرآن من دون أحكام يعني ممكن يقصد تجويد يعني يحرص على تعلمه لكن لا تمتنع عن القراءة لا تمتنع عن القراءة طيب يقول فاتتني صلوات كثيرة وصيام كثير وأنا طيب عليك إذن التوبع الله سبحانه وتعالى من يرى من أهل العلم بوجوب قضاء الفوائد فإنك تقدرها وتشتد في تقديرها وتقضيها وأيضا تصلي وتصوم من النوافل لعل الله سبحانه وتعالى يجبر نقص عبادتك يقول رجل دخل عرف ليلا بعد من تصف الليل جلس فيها ساعة واحدة معكم حج حج صحيح أدرك عرف أي وقت من ليل أو نهار في يوم التاسع أو ليلة العاشر أدرك الحج يقول السؤال هل أفضل في أيام التشريق لزوم ميناء نهارا أم ليلا أم الأفضل المكت في الحرم أم ماذا السنة للحاج أن يبقى في ميناء طوال اليوم اقتداءا بالنبي صلى الله عليه وسلم فإنه لم يخرج من ميناء إلا لطواف الإفاضة ويبيت بميناء معظم الليل ولا حرج عليه لو خرج من ميناء أثناء النهار إلى مكة أو غيرها خصوصا إذا ما كان عنده مكان يجلس فيه إذا ما كان عنده مكان يجلس فيه فيعني صار يبيت أكثر الليل في ميناء والنهار في مكان قريب من ميناء كالعزيزية مثلا ضابط المبيت في ميناء أن يبقى أكثر من نصف الليل فلو كان الليل مثلا مثلا الليل عشر ساعات إذا قضى منها ستة خرص أدى الواجب طيب يقول السؤال كيف يكون سجود الشكر يشرع المسلم أن يستد شكرا لله عند تجدد النعم أو اندفاع النقب ولا إحنا في نعم دائما التنفس نعمة لكن لو جاءك ولد جاءت وظيفة يعني حدثت نعمة ما كانت موجودة أو اندفعت نقمة كانت نازلة بك سجدة شكر هذه الفرق بالنعم المتجددة والنعم المستمرة نعم مستمرة ما يشرع على سجود شكر لكن يشرع على شكر نفسه طيب يسل سجدة واحدة يقول سبحانه ربي لعليه يدعو بما شاء لا يجب فيها تكبير ولا تشهد ولا سلام و قال بعض من الوصاء هذا بدعة يعني فعله التشهد والسلام ما لا تشهد ولا لا سلام طيب وكذلك تصحه من غير طهارة على الراجح طيب نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى وأن يرزقنا التمسك بالعروة الوثقة ويحسن خاتمتنا ويتوب علينا استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته المسابقة اليومية لبرنامج أيام معلومات كان سؤال الحلقة الماضية ذكر عظيم يستحب الإكثار منه يوم عرفة للحجاج وأهل الأمصار فما هو؟ والإجابة الصحيحة هذا الذكر العظيم هو قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير فازت معنا بجائزة المسابقة اليومية الأخت غفران مروان الحمصي من سوريا سؤال حلقة اليوم يحصل التحلل التام للحاج بفعل ثلاثة أشياء فما هي؟ للاشتراك في المسابقة حمل تطبيق أيام معلومات مجانا أو من خلال الرابط التالي يعلن اسم الفائز في حلقة اليوم التالي وعلى تطبيق البرنامج جائزة المسابقة مئة دولار يوميا وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضابر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فاكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر